للعام الثالث على التوالي حصدنا جوائز أديسون المرموقة نعمل بجد لإيجاد حلول لتحديات اليوم من خلال الابتكار وتقديم المنتجات المتميزة وهذا ما تحتفي به جوائز أديسون بتكريمها لابتكارات ودعم المبتكرين تكرم هذه المسابقة السنوية التميز في تطوير المنتجات والخدمات الجديدة والتسويق والتصميم والابتكار ترتبط جوائز أديسون باسم العالم الأمريكي الشهير توماس أديسون فازت هذا العام خمسة من حلولنا ومنتجاتنا المبتكرة بجوائز أديسون يعكس هذا التكريم قدراتنا المبتكرة وتميز منتجاتنا والتزامنا بالاستدامة اليوريا الزرقاء من سابق للمغذيات الزراعية نعتز بفوزنا بجائزة اليوريا الزرقاء في فئة تطوير الأغذية والزراعة ضمن قسم التربة والمحاصيل تمثل اليوريا الزرقاء واحدة من أبرز الحلول حيث يركز ابتكارنا على تقديم اليوريا الزرقاء أو منخفضة الكربون من خلال استخدام الأمونيا الزرقاء المعتمدة لدى جهات خارجية والتي لا تحتوي على انبعاثات كربونية أسميدة الجيل التالي من سابق للمغذيات الزراعية جائزة أخرى حصلنا عليها في هذه الفئة تقديراً لمنتجنا من السماد الفريد متعدد المغذيات الذي يستخدم مباشرة على أوراق النبات حيث أظهر وفرة في المحصول ونمواً أسرع للنبات واستهلاكاً أقل للأسمدة راتنج نوريل من قطاع المنتجات المتخصصة حصد هذا المنتج لشادة والتكريم في فئة علوم المواد ضمن قسم المواد المحسنة هذا الحل المبتكر مناسب تماماً للأفلام العازلة المستخدمة في وحدات بطاريات السيارات الكهربائية للمساعدة في تحسين الحماية ضد الدارة القصيرة واشتعال الحريق راتنج إكستين من قطاع المنتجات المتخصصة كرمت جوائز أديسون هذا الحل ضمن فئة الجيل التالي من التصنيع ويتيح حل البلاستيكيات الحرارية المبتكرة من سابك للمصممين إمكانية الاعتماد على تكامل الأجزاء وإنشاء أشكال معقدة أول عبوة تغليف للطعام المجمد في العالم مصنوعة من البلاستيك المحتمل وصوله إلى المحيطات كرم هذا الحل المعتمد على البلاستيك المحتمل وصوله إلى المحيطات المعتمد في فئة الاستدامة ضمن قسم المعالجة الخضراء وقد اعتمدنا فيه على النفايات البلاستيكية المستخدمة التي نستردها من المجار المائية المغذية للمحيطات والمناطق الداخلية المتاخمة لها لتطوير أول حل لتعبئة المواد الغذائية المجمدة في العالم وكما قال توما سادس ذات مرة هناك دائماً طريقة أفضل لإنجاز العمل ابحث عنها نحن في سابك نسعى دائماً لإيجاد أفضل طريقة لإنجاز العمل ولتجسيد شعارنا كيمياء وتواصل كيف شكراً للمشاهدة نغرتك اشتركوا في القناة